رمضان كريم وكل عام وحضراتكم بخير سعداء أننا نكون مع حضراتكم لرمضان الثالث على التوالي بعد مصر أرض الأنبياء ومصر أرض الصالحين في رمضان الماضي مع حضراتكم هذا العام بمصر أرض المجددين وفضيلة العلامة الشيخ الدكتور علي الجمعة وهنتحدث عن قضية تجديد الخطاب الديني من خلال عدد من العلماء في العصور السابقة وحتى في العصر الحالي الذين جددوا الرؤية والفكر في الدين الإسلامي أولى المحطات في هذا العام ستكون مع أول من حمل لقب الإمام الأكبر وأول من أدخل تعليم الفتيات إلى الأظهر الشريف وفضيلة الشيخ محمود شلتوت في مصر أرض المجددين مصر هي الأرض الطيبة الطاهرة المباركة التي كلم الله عليها موسى في طور سيناء وإليها هاجر إبراهيم ولوط وعلى أرضها كانت الرحلة المقدسة لمريم وعيسى والتي باتت تاريخا وعنوانا ومزارا سياحيا مقدسا يقصده العالم بأثره وبنيلها وأرضها نجى بها يوسف العالم بوحي من الله فهي أرض الأنبياء وإلى مصر كان ملاذ أهل البيت الطاهرين الذين اختاروها أمنا وأمانا وباتوا هم عنوانا لأهلها بأحيائها وشوارعها وضروبها فمن حي السيدة عائشة للسيدة زينب ومن السيدة نفيسة للإمام الحسين في مزيج مقدس لم تراه إلا على أرض مصر مصر هي عنوان للصالحين والأولياء الذين انتشروا في ربوعها وعاشوا على جنباتها من الإمام الشافعي في القاهرة لرحاب جلال الدين الصيوطي في الصعيد ومن أبو الحسن الشادلي في البحر الأحمر للمرسي أبو العباس في الإسكندرية ومن إبراهيم الدسوقي في كفر الشيخ للسيد البدوي في طنطا فهي أرض الصالحين خيرها متضفق كنيلها وتاريخها وتراثها شاهد على العالم فمصر هي التاريخ الممتد عبر آلاف السنين مذ هرموس الهرامسة سيدنا إدريس الذي كان أول من خط ورسم وعبر للعالم من على أرضها إلى الأزهر الشريف الذي أخرج جمهرة أعلام حملوا مشاريع تجديدية رسمت للبشرية حاضرها ومستقبلها مصر قدمت أعلاما وعلماء ومجددين في شتى العلوم على مدار تاريخ العصر الإسلامي تعاطوا مع التراث فهما وعلما ودراسة كانوا نبراسا وسراجا منيرا للحاضر والمستقبل فهي بحق مصر أرض المجددين فضيلة الدكتور علي الجمعة يعني أولا كل عام وحاضرتك بخير ورمضان كريم الله أكرم كل عام وأنتم بخير والمشاهدون الكرام ربنا يجعل هذا الشهر علينا جميعا شهر يمن وبركات ومغفرة ورحمة وإتق من النار ويعين على عبادته وذكره وشكري وحسن لقائه سبحانه وتعالى اللهم أمين وحاضرتك بخير طبعا والحقيقة مصدر سعادة لي بشكل شخصي أننا يتجدد اللقاء مع حضرتك للرمضان للسنة الثالثة على التوالي بعد مصر أرض الأنبياء ومصر أرض الصالحين وهذا العام مصر أرض المجددين شرف كبير لنوجد حضرتك الحمد لله رب العالمين وأحب الأعمال إلى الله أضوامها وإتقال دايما يا رب وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى ما كان يخرج متقنا وأنتم تتقنون عملكم والله سبحانه وتعالى ينفع بمثل هذه اللقاءة وأجعلها في ميزان حسنتنا جميعا يوم القيام اللهم أمين فالدكتور في التحضير للموسم لرمضان هذا العام حضرتك اخترت تحديدا مصر أرض المجددين بعد مصر أرض الأنبياء ومصر أرض الصالحين أرجو حرج تطلع أساد المشاهدين ليه تحديدا حرج يعني فضلت هذه الزاوية مصر أرض المجددين نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا لما نجح برنامج مصر أرض الأنبياء كان هناك كثير من المعلومات لا يعلمها كثير من الناس وحدث لهم سرور أن عرفوا أن بلدهم فيها هذا الكم من الثراء ومن التاريخ ومن العمق ومن عبق الماضي وأنها بلد تستحق الاهتمام وتستحق العطاء وتستحق أن تكون دائما كما كانت دائما في القيادة والريادة لما جاء المسلم الآخر في مصر أرض الصالحين أيضا كثير من الناس كلموني على أن كثيرا من هذه المعلومات بل من هذه الأسماء أصلا لم تكن معروفة لدى طائفة كبيرة ومساحة كبيرة من الناس وأن هؤلاء دفنوا هنا في مصر عاشوا في مصر منحوا علمهم وتقواهم وأعمالهم في مصر مصر إذن بلد متميز وهذه رسالة يجب أن تصل ليس إلى المصريين وحدهم بل إلى العالمين هذا بلد قدر الله له أن يكون غوث العباد وأم البلاد هذه السنة نحن في دعوة كبيرة ومحاولة كبيرة من كل الجهات من الأزهر الشريف ومن المؤسسات الدينية المختلفة ومن القيادة السياسية ومن عموم الشعب لتحديد والانطلاق في قضية التجديد لتكون مصر هي أيضا صاحبة القيادة والريادة فأنا لما تأملت تاريخ مصر وما فيه من أصحاب المشاريع التجديدية البراقة وأصحاب المشاريع التجديدية التي إذا ما جمعناها استطعنا أن نخرج بملامح مشروع مصري عالمي إقليمي عربي إسلامي سميه ما تسميه وكل الدوائر هذه ليست متعارضة بعضها مع بعض لبناء مشروع تجديدي ننطلق منه ويكون له المذاق السليم المعاصر يعني إذن مولانا في هذا الشهر هنشوف نمازج من علماء سهمه في تجديد الخطاب الديني كل في عصره وكل في زمنه كل في زمنه وكل في مكانه وكل في مصر وكل في مصر طبعا حتى لو لم يكن أصله مصريا زي ما نشوف بعد كده بقى العز بن عبد السلام لما نشوف الناس اللي هي وردت إليها من خارج مصر لكن كان بقاء في مصر ألهمها مشروعا تجديديا للعالم كله فهذا كان دافعا لأننا نجعل هذه السنة في مصر أرض المجددين قد نعالج بعض الشخصيات التي تم معالجتها قبل ذلك في مصر أرض الصلاحين ولكن من جهة المشروع التجديدي وليس من جهة حكاية أخلاقه وشخصيته وتأثيره في المجتمع وكذا لكن مشروع التجديدي أين محور هذا المشروع التجديدي حتى نجمع كل هذه المحاور كما سنرى سويا إن شاء الله ونصل إلى التجديد ولذلك لو تسمحت لي أننا أخذ هنيها كده فيه فاضل موضوع يعني إيه التجديد لأننا نخشى التبديد نريد تجديدا لا تبديدا نريد تعميرا لا تدميرا فدايما نحن نرى الحد الفاصل ما بين الصحيح والقبيح حتى نفعل الصحيح ونبتعد عن القبيح فالتجديد في الحقيقة تكلمنا عنه كثيرا بأنه يشمل خمس أركان الركن الأول ما أسميناه بالمنهجية المنهجية هي معرفة طريقة التفكير المستقيم دي منهجية في أي علم من العلوم وفي توسع في هذا الكلام موجود في مكانه نمر اتنين المعرفية فإذا ما ساهم أحد العلماء في بناء منهجية أو بناء معرفية وهي التعمق في طبيعة العلم نمر ثلاثة من التجديد يكون قضية إدراك الواقع نمر أربعة بناء النموذج المعرفي نمر خمسة الموقف من التراث في مناهجه ومسائله العلماء اللي احنا هنمشي معاهم هنلاقيهم واحدة من الخمسة دول أو اتنين من الخمسة أو تلاتة من الخمسة أو كل الخمسة يبقى ده مجدد يبقى عنده مشروع تجديدي مصر أرض مجددين فعلاً وليس وهماً مصر قدمت هؤلاء العلماء وطبعاً احنا اكتفينا بمصر في قضية التجديد وإلا هناك مجددون في أماكن أخرى يمكن أن نستفيد منهم بالطبع لأننا على نسق مفتوح وقلب مفتوح وعقل مفتوح وفي النهاية لو جمعنا كل هذه المحاور لنشأ عندنا مشروع مصري ننطلق منه نزيد عليه نرتبه ترتيباً آخر نفعل ما يتواءم مع الحصول على النجاح وعلى النتيجة في هذه الحياة الدنيا فنتقدم بذلك إلى تجديد الخطاب الدنيا أستاذ فضلتك يكون بداية أو منطلق هذا الحديث حول أعلام التجديد وأصحاب مشاريع التجديد على أرض مصر في مصر أرض المجددين مع فضلت الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت أحد الأعلام رحمة الله عليه ولكن أستاذ فضلتك هنشوف مشروعه تجديدي ولكن بعد فاصل سريع إن شاء الله خليكم معنا اشتركوا في القناة الشيخ محمود شلتوت رحمه الله تعالى الإمام الأكبر وقام مشروعه التجديدي على تطبيق الرؤية المعاصرة في مجال التعليم والإدارة فدعا إلى الإصلاح والتجديد حتى صدر قانون كان مؤمناً بصلاحية الشريعة لكل زمان ومكان وكان رحمه الله تعالى مؤمناً بالوحدة بين مذاهب المسلمين فدعا إلى التقريب وأقر المذهب الجعفري من ناحية العبادة ودرسه في الأزهر رحم الله الشيخ محمود شلتوت ونفعنا بعلمه في الدكتورة علي جمعة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في تناول المشروع التجديدي لفضلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت ما هو مفتاح مشروع التجديدي؟ هو في الحقيقة كله كان تجديد في تجديدي يعني إحنا بدأنا بشيخ الإسلام وشيخ الأزهر وعالم الأمة الشيخ محمود شلتوت لكن الحقيقة أنا أرى أنه لا تكفيه ساعات وساعات في الكلام على مشروعه التجديدي الشيخ شلتوت انطلق من ما يسمى بالاختيار الفقهي والاختيار الفقهي دي بدأه محمد عبده ولذلك بعضهم عد الشيخ شلتوت من تلامزة محمد عبده الشيخ شلتوت لما مات محمد عبده 1905 كان عنده حوالي 15-16 سنة لكن في النهاية هو وتخرج سنة 19 بعد 14 سنة من وفاة الشيخ محمد عبده الاختيار الفقهي نقلة نوعية في العقل المسلم في العالم كله قبل اعتماد الاختيار الفقهي الذي بدأه الشيخ محمد شلتوت متأثرا بالشيخ محمد عبده الشيخ محمد عبده كان مذهب ومالكي كان كل من على الأرض له مذهب ما فيش حاجة اسمها أنه أنا ما ربش ما ربش ما ذهب بداقي آآ لازم تكون يا مالكي يا شافعي يا حنبلي يا حنفي يا جعفري يا زيدي يا ظاهري كده ما هو لازم تكون يا إباضي لكن ما فيش حاجة اسمها أنا في الحقيقة يعني بختار منهم كلهم العصر لما تطور بالاتصالات والاتصالات والتقنيات الحديثة أصبح لابد من الاختيار الفقهي لأن الإسلام أكبر من المذاهب ونجد أستاذنا الدكتور مصطفى الشاكعة رحمه الله يقال فكذا إسلام بلا مذاهب يعني ابتدت إيه فكرة الاختيار الفقهي التي أخذها بعد ذلك كالشيخ فرج السنهوري وعمل الموسوعة التي سميت بموسوعة الفقهية الإسلامية في المجلس الأعلى الشؤون الإسلامية كل هذا نتج من التقنين والبدء الذي بدأه الشيخ محمود شلتوت ممارسا في كتبه في تفسيراته في مواقفه الفقهية والأصولية في الاختيار الفقهي هذا الاختيار الفقهي أدى به إلى تطوير المسائل ولذلك تجد أن قانون الأزهر جدد أيام الشيخ محمود شلتوت أدى به إلى إدخال البنات في التعليم الأزهاري ده الأول مرة كله ده من الاختيار الفقهي كله ده نتج من الاختيار أدى به إلى المشاركة الفعالة هو وإخوانه الشيخ محمد محمد المدني والشيخ منصور رجب والشيخ عبد الله المشد وبعضهم تلامزته وبعضهم من إخوانه بس هو كان أكبرهم سنة يعني وكان يطلع تملي الأول في المعهد وفي الدراسة الشيخ محمود شلتوت ساهم كثيرا في التقريب بين المذاهب التقريب بين السنة والشيعة وفي سنة 49 نشأت مجلة كان رئيس تحريرها محمد محمد المدني الذي أصبح بعد ذلك رئيسا أو عميدا لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة كان رئيس هذا العطاء الشيخ محمود شلتوت الشيخ محمود شلتوت كان من كبار العلماء في هيئة كبار العلماء التي أغلقت بعد ذلك وبالقانون بقانون 61 أغلقتها نشأت 11 وتقفلت 61 فهو كان من كبار العلماء وكان شيخا للأذر تجديد الشيخ محمود شلتوت تستطيع أن تعطي له محورا الاختيار الفقهي الاختيار الفقهي جعله يؤلف هذه المؤلفات التي ما زالت تطبع إلى اليوم الإسلام الشريعة أو عقيدة الفتاوي تفسير القرآن في العشر الأوائل إلى آخر فالشيخ محمود شلتوت وصل إلى مرحلة مهمة جدا وعملية جدا لقضية الاختيار الفقهي يعني الاختيار الفقهي يعني عدم التقيد بمذهب واحد أتذكر أن شيخ مصطفى المراغي كان وضع اقتراح لقانون الأحوال الشخصية يحل به كثير من المشكلات التي تحدث للأسرة المصرية فقلف الشيخ الديناري كتاب فسقه فيه قال له على فكرة ليه فسقه ايه سبب التفسيق ده في سنة 25 أنه خرج عن المذهب الحنفي ليه الدرجة دي؟ آي عشان خرج عن المذهب الحنفي بقى فاسق والثقافية والعطاء في هذا البداء فلما يجي الشيخ محمود شلتوت يرفض هذا الكلام يقول لهم لا يا أخوانا لا ده لابد علينا من الاختيار الفقهي وعدم التقيد بمذهب واحد لأن تصارع تغير الواقع أصبح أشد بكثير جدا احنا بنقول في بتاع الأول في الجزء الأول من حلقتنا دي بنقول إيه إدراك الواقع حسبوك أيوة هو عنده عشان مهمة التقديد يؤدي إلى خدمة الواقع المتغير شديد التدهور شديد التطور شديد التعقيد شديد التغيير يعطيه قدرة على بقاء هذا الدين وعطاء هذا الدين وسعادة أتباع هذا الدين والقراءة الجديدة للنصوص في هذا الدين وتصبح قراءة الكتابين كتاب الله المسطور وكتاب الله المنظور كلاهما من عند الله هذا هو مشروع محمود شلتوت رضي الله تعالى عنه الذي استطاع أن يطبقه في مجالات كثيرة نعم فالدكتور يعني أنا شاكر لفضلتك على هذا الإبحار في سيرة الإمام أول إمام أكبر للشيخ الأزهري على حد معلوماتي في الشيخ محمود شلتوت رحمة الله عليه نعم رضي الله تعالى عنه شاكر جدا لفضلتك وشكر موصول لحضراتكم ونراكم على خير إن شاء الله إلى اللقاء رضي الله عنه جميعهم للعضل قد عقلا ترجمة نانسي ق station إلى اللقاء سن sculpture